يبدو أن كفة توازن القوى تترجح لصالح قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وفق للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام ورداً عن القصف المتواصل لإحياء طرابلس من قبل قوات حفتر وسائل إعلام الليبية نشرت مشاهد لعملية أسر قوات حكومة الوفاق الليبية عشرات من مسلحية القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة جنوب العاصمة طرابلس وفي ذات السياق فإن سلاح الجوي الليبي التابع لحكومة الوفاق ألقى منشورات على أهالي مدينة ترهونة تحذرهم من التمركز في أماكن المسلحين وتطالبهم بالبقاء داخل المنازل التفوق الجوي لقوات الوفاق رجح الكفة لصالحها في الأيام الأخيرة بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا في تشرين الثاني من العام الماضي واتجهت عاصفة السلام غرباً على امتداد الشريط الساحلي من العاصمة طرابلس وصولاً إلى معبر رئيس جدير الحدودي مع تونس فاستعدت السيطرة عليه في خط بطول سبعين كيلو متراً وحولت قوات بركان الغضب ثقل المعركة باتجاه ترهونة المعقل الرئيس الذي تستخدمه قوات حفتر في شن هجماتها على طرابلس قوات الوفاق نجحت في إحراز تقدم ميداني كبير على الأرض من طرابلس نحو ترهونة وتعني السيطرة على كامل المدينة بأن ظهر العاصمة طرابلس بات آمناً وساعدها في ذلك التفوق الجوي الذي كان على مدى الأشهر الماضية لصالح قوات حفتر صحيفة لوموند الفرنسية قالت إن موازين القوى العسكرية في ليبيا تغيرت لصالح عكومة الوفاق الوطني منذ بداية العام وذلك بعد إدخال تركيا جيلاً جديداً من الطائرات بدون طيار إلى خدمتها التطور الميداني وتفوق قوات الوفاق جعل حفتر أمام انكفاء عسكري وهزائم متتالية سيكون لها آثارها وتداعياتها الميدانية والسياسية في المرحلة القادمة ما سيغير موازين القوى والسيطرة في ليبيا